بدوره صعد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الأمريكي الصيني هذه المرة من حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بالتهديد بإقرار رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار جاء هذا التصعيد بعد أن ردت الصين على القرارات الجمركية الأمريكية السابقة بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار وتطال قطاعات طيران والسيارات وفلسوية ترجمة نانسي قنقر